ما تسقش لفظية أو جسدين لشريك حياتك ولكن إنك كمان تظهر التأدير والامتنان والمحبة وعشان نعرف إزاي نعيش بالمهارة دي عندنا شوية خطوات كده عن أعلمها لكم إحنا في أي مهارة بنساعدكم إزاي المهارة دي تبقى عندكم بإن إحنا نشرح لكم إزاي تكون موجودة أول حاجة الاحترام المتبادل المهارة دي بتشمل شيء مهم جداً دي جداً إن كل واحد فينا يقدر شريك حياته يعني إيه يقدر شريك حياته؟ يحترمه كشخصية فريدة دايماً بقول لكم لازم يقول لها إن هي قطعة ما حصلتش تأتاني ولازم هي تفهمه إن هو البطل فدي مهمة جداً في الشريك حياته في الاحترام الزواجي إن كل واحد فينا يحسس التاني بالإيمال اللي فيه حضرة النبي يقول يسأله من أحب الناس إليك؟ أقول عائشة ليس عن ذنذا نسألك يا رسول الله ولكن نسألك عن الرجال قال أبوها فينسبه ينسب سيدنا أبو بكر صديقه الصدوق إلا السيدة عائشة عشان تحس بأهميتها ومكانتها عنده ولزيك لازم نفهم ونتعلم إن التقدير والاحترام ده شيء مهم جداً وهنا ما فيش فرق ما بين الزوج والزوجة فكل واحد فيه كل واحد فيه محتاج للاحترام ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الحاجة التانية بقى الجزء التاني أو الخطوة التانية أو السلوك التاني اللي بيه تقدر تحصل مهارة الاحترام الزواجي الاحترام للخصوصية والحدود ده معنى إيه؟ معنى إن كل واحد فينا كل واحد من الزوجين يحترم حدود الحدود الشخصية لشرك حياته فما يتدخلش في الأشياء اللي بيفضل شرك حياته إنهم ما يتدخلش فيها زي مثلاً علاقته بأهله ما يجيش يسألها ده مش من الاحترام الزوجي إن أنا سألها أنت كنت بتقولي إيه المامتك دلوقتي ولا هي تقوله أنت قلت إليه أختك إيه ده ليس من الاحترام احترام الخصوصية كمان احترام الممتلكات أقول لكم حاجة لازم نعرف إن احترام الممتلكات شيء مهم جداً جداً فيه رجالة كتير مراتاتهم لما تقول لهم ما تاخدش مفتاح العربية بتاعتي من غير إذني يتضايق جداً ويعتبر دوت إنهم مش نوع من أنواع الاتحاد لا هي بعايزة تشوفك أنت بتحترمها وبتحترمها ولا لا لأن احترام الممتلكات ده شيء مهم هل ده معنى كده إن هي ما تسمحش لزوجها اللي هو يسوق عربية أنا ما قلتش كده بس الاستئذان شيء مهم قوي وإنتوا سمعيني دلوقتي الأزواج سمعيني طبعاً الأزواج اللي توجعوا وإنتوا كمان وإنتوا بتتعاملوا ده حاجات بيتربى عليها الشباب هو الاستباحة إوعى تمارس الاستباح ابني العزيز اللي سمعني دلوقتي وإنت مقبل على الزواج إياك والاستباح ما تستبحش شريكة حياتك وإنتوا لو كنتوا عايزين تعدلوا من علاقاتكم الزوجية وتجددوا وعلاقاتكم الزوجية ارجعوا عن الاستباحة الاستباحة يعني إنك تتصرف في ممتلكات شريك حياتك زي ما أنت عايز لا دايق زي ويديق سواء كانت الفلوس سواء كانت الأدوات سواء كانت أي حاجة هقولك حاجة في ستات جدا جدا تتدايق لما حد يستخدم معجون السنان بتاعها طب ليه؟ لأن بتحس إن جزء ده جزء من إن انت لما تيجي تستأزل منها بتحس بياه ده بيحبني ده شايفني عارفين الحاجات الصغيرة اللي بقولها دي؟ هي لاتخلي زوجها تقول ده جزء شايفني أو مش شايفني تالت حاجة التعبير بلطف واحترام إن انت تعبر بلطف واحترام لشركة حياتك أنا عارف أنه بتكلم الأزواج يعني بيتقلب بس أخواننا المخبنين على الزواج هؤلاء عايزين يجددوا يلا توكلوا على الله اعملوا الكلام ده لما تيجي تعبر حاجة التالت السلوك التالت التعبير بلطف واحترام بقى ده يظهر فيه إيه بقى؟ يظهر في التعبير عن الرأي بلطف واحترام ما تسفيهش الرأي التاني ما تعرضوش للإهانة وما تتجوز عليه وما تتجوز على حقوق الآخر فلازم كل واحد فينا في الحوار يتكلم ويقول رأيه وأنا أتعامل معه برشد والهدف من التواصل الجيد هو إيصال المواد ده والرحمة كعنصر أساسي واكتمال الأفكار والتعاضد والتعاون فلازم ده يكون كله ده بتعبر عنه بلطف مش إن كل واحد فينا عايز ينتصر ويثبت صحة رأيه وينهزم التاني وينكسر ده ما يبقاش جواز ده ده يبقى معركة وينزاي كل ما تعبر عن رأيك بلطف واحترام التاني يحس بأنه هو محترم الحاجة التالتة احترام الاختلافات والتفاوت وده بيكون واضح جدا 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 أثناء النقاش وأثناء وليه طيب نحترم التفاوت والاختلافات لأنه إحنا معترفين إنه إحنا من ثقافات متعددة وإنه إحنا مختلفين فعدم التقليل بقى من رأي حد أو من قيمة حد بسبب التفاوت ده سواء التفاوت ده والتفاوت ثقافي أو التفاوت ده والتفاوت اجتماعي فما ينفعش يعني زوجتك لو أهل منك في الدرجة العلمية مثلا وتفضل أنت تعمل إيه؟ تتفه من كلامها كل ما تتكلم تحسسها بأن هي ولا حاجة ولا بتفهم وأن هي جاهلة وما أنش من حقها تتكلم أو أنه هو كمان ممكن يبقى إيه اللي حاصل يبقى كلامك أنت بس لو روح تسقف الأول روح إيه رأي كويس فعدين تتكلم كل ما تبين احترام الاختلاف وأن الرأي ده وأحلى حاجة بقى في احترام الاختلاف أن تبين الكلام ده بأن الكلام بيتكامل اشتركوا في القناة